مسمياتنا الشعبية عدم تسجيل الدراجات بشكل رسمي ودقة الإجراءات الحكومية للسماح باقتناء دراجة رسمية أثر سلبا على عمل أصحاب المعارض الذين طالبوا الجهات المعنية بوضع حل جذري لهذه المشكلة التي باتت تهدد أرزاقهم والله القوانين على ناس وناس القانون المرور على ناس وناس أكل بعض من أتهن يقولك ورح تسجيلها تراجع المرور يقولك ما عدنا يحيق قانون وما عدنا يحيق لوحات للدراجات التبيرة كثير عالم تعاني من موضوع الدراجات يلزمون الدراجة وغرامة وكذا مكان ما يفرضون علي غرامة يقدرون يسويون غرامة على الدراجة نفسها ضريبة أو أي شيء وتترسمين دقلها رقم مع ودوة السيارات يسوي قوانين مالات عندما تدع الدراجة قال لك دقوا رقم دقين رقم هم قائم يلزمنا الدراجات التي تسجل رقم عدهما ساعد الدولة تسجل عده ستوتة التيك تيك الصيني الإيراني التي يدونها موديلة بموديلة يسجل عدهم بس باقي الدراجات بصورة عامة لا يسجل المرور العامة أكدت عدم ممانعتها الاقتناء وركوب الدراجات النارية شرطة تطبيق المعايير السلامة والأمان كالالتزام بالقيافة المخصصة للقيادة وحجم المحرك الذي حدد بأكثر من 125 سيسي فضلا عن تسجيل الدراجات لدى المديرية وقوانين أخرى تضمن سلامة وأمن المواطن الدراجة النارية هي باعتبارها مركبة بات عجلتين تقضع لقانون المرور فلذلك يوجه قانون المرور في ستوات ميلي سنة 2004 بعدم قيادة دراجة النارية بدون أن يكون الشخص القادر للدراجة أن يحمل إجازة السوق وبعكسه يحالل حسب المادة 21 من قانون المرور إلى المحاكم الخاصة ويعاقب بسل الحبس أو السجن من شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة 250 أعلى دينار كذلك قد يصار إلى كلة العقوبتين في حالة تكرار مخالفة وتبقى قيادة الدراجات في العراق مقيدة بالقوانين المتناقضة بين الدوائر الحكومية لتصبح تجارة أكثر من أن تكون هواية للشباب والتي بدأ المجتمع العراقي يرتاب منها بسبب كثرة الحوادث التي يتعرض لها سائق الدراجات ترجمة نانسي قنقر